لا تجن ولا تحتاد ياخي ما بتحرز هالقد في اشياء بهالدنيا صعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد منقول مرحبا لكل قراء ومشاهدين ويبسايت الفن للحقيقة اليوم جميلة الجميلات ضيفتنا صحيح انها طلعت ملكة جمال ولكن انا بحب جمال روحها جمالها الداخلي جمال معاملتها مع الصحافة مع كل زملاء بلشت بمجال الصحافة كملت بمجال التمثيل وتابعت بمجال التقديم مش رح نطول المقابلة لانه تعرفكن على ملكة الجمال كاتيا كادي اكتر واكتر كاتيا انت بغنى عن التعريف حبيبتا واكيد اذا بدي اعمل مقدمة بدا تروح كل الحلقة شو ما قلت بكون شهادة لاني عن جد هلا انت بني الله من زمان يعني بتبعتين من ايام اي ارتي واشتغلنا سوا صح وكانت البداية والتعب صح صح ولا هلا وبعدك انت بتتعب يعني انا اللي كنت حبه فيك انه بتجي قبل ما بديك تطلع على الهواب تكون كتير متوترة وبيديك تحضري برنامجيك صح وديش طيبة بمعمالتك مع الناس يعني قد ما تشتهركت ما بتشوفي حالك يعني طلعت ملكة جمال زحلي وطلعت وصيفة صح وانتقلت لتقديم البرامج ولا مرة شفت حالك يعني غيرك ما بكون عامل ربعي اللي عامل ومستلت مسلسلات وقدمت أهم المهرجنات صح وبعده راسك على اكتفاتك كما تبع من القلب اللبناني صح لك بتاع في شو الانسان اللي بيبقى نجاحه من داخله ومش الفضل لحدة تاني بيبقى اللي حاسس أو منتظر هيدا النجاح بيدل راسه عكتافه بيكون هيدا التواضع لانه بيعتبر انه هيدا مجهود خاص ومتل ما بتدرسي بالمدرسة وبتنجحي لانك درستي وتسقفتي وتعلمتي وحضرتي كل الكورات نفس الشي بس لما يكون الشهرة جاية هيك على طبق منفضة ومش محضرت لها بس لانه شوية حلوة لانه فوتوجينيك طيب لايكي انا اليوم مع كل المحبة اللي عنديك رح كوم مخاني الشيطان مديني قوي استخلي بمعنيك منلشت بالصبرية خلينا نحكي كتير بينتقدوا انه كانت عرضي تأذياء وصرت تمثل هنه لازم ينتقدوا اذا انا مثلت وما نجحت في فرق مما تكون واحدة جاي من عالم الجمال متل ما كنت انا وصيفي قولها بمس لبنان وكانت عرضي تأذياء وكنت ملكة جمال زحلة وملكة جمال زحلة وملكة جمال زحلة وملكة جمال طب مضل تستهون زحلة اكيد بنت الكعدة تحية لكل زحلة عن جد يدي اللقب دايما عزيز على قلبي لانه كان نوجه خير وكان بداية حلوة وطلعت كمان ملكة جمال طب عضل كمان كانت تعرضها للأل بي سي يعني الامتابعة بيعرف كل هودو وطلعت ملكة جمال الجامعة عند الانديو بس برجع بيقول لك لما الانسان يكون عم بيشتغل من زاته اذا نجح بيقول كتر خير قالها نجحت بس ما بيطير بس ما نكون منه متوقع وبينجح بس لانه حدا دعمه ودافشو بتصير تكبر الخص مثل ما عم نشوف هلأ اكتار يعني ملا ما نسمي بيعرفوا حاله طيب لك انت كل شي طيبة ما بتخدق الأدوار الشريرة صح ليش طيب لكن انا من ضد يعني اذا اخدت دور الشريرة وكرهناك يعني نجحت بالدور بس انه متى كل الأدوار اللي بتخديها وبتخدي أدوار جريئة متى عملت دور المثلية الجنسية هذا ما حدا بتجرق انه يعمل عملت دور اللي بتكره حمايتها وتقول لهم كبوا بالزبالة يعني عن جد ما حدا بيسترجع بصيروا خايفين انه الناس تكرههم صح لكن انا بقول المثل اللي دايما بده الصورة الحلوة الحبيبة اللي كتير بريئة اصلا انا بكرة الكاركترات اللي حتى التركة او اي كاركتر لما ما في حدا بريئ مية بالمية وما في حدا شرير مية بالمية نحن البطلة دايما بده يحطوها حلوة والبريئة والدايما اللي دمعتها سخية بس انت شريرة حلوة اي لا انا عم بحكي انه دايما مفهوم البطولة كيف عندن انا انا يمكن نجاحة بشار لانه شكلة منه هايدي الاساسيار اللي بيش على التكوينة قاسية يعني عم بيحبوا لي بالدور نفس الوقت عم بيكرهوا الدور فهيدي معادلة كتير صعبة حدا يقدر يوصل لناس يعني بيحبوا الشكلة بيحبوا شو بلبوس كتير بيجين اطراق على اللبس لانه انا بكل كاركتير بيشتغل على الشخصية وعلى اداءة على مشيتها على صوتها وحتى على اللبس يعني بتكي من علمك التمثيل كاتيران لكن انا من قبل مفروض التقديم انا بحب التمثيل بس ما كنت بعرف حالي اذا بنجح ولا لا كنت بصدفة اجتمعت باستاذ شكل عايزي فخوري قال لي كاتيا قاعد معي شوية هيك وبتعفي بالشاعر والمخرج لما بيكون عنده خبرة بيقدر يعطي هذا الشخص اذا قادر يعطي ولا لا فقال لي بتمثلي وكان هو اول دور الامرأة من ضياع دور كان كتير حلو كمان بوجه فادي إبراهيم وكان معنا ورد الخال ومجموعة كبيرة من النجوم اتشجعت لانه حيث عندي الهواية يعني عندي هيدا الهواية والموهبة اكتشبت اكتر واكتر واكتر لما بتصير تتخضر امي اكتر ولا مرة عملت شيء وحيث حالي بدي اخسر فيه اذا بدي اخسر او افشل ما بعمله مش بعمله لحب الظهور يعني اليوم للأسف صار بعض الممثلات او البغنو او المزيعات بس ما عندهم مشكلة اذا بينجح ولا بيشتغلوا احالون انا بس بدي اظهر تبين هيدا بيزعل كتير من العالم اللي عندهم خبرة او اللي عندهم الموهب البيئة او بالبيئة من وراء هوا العالم لانه انت بتاع في انتاج اللبنان صغير لانه اللبنان صغير والشركة الانتاج صغيرة طيب ليه ما اشتغلت مع شركات انتاج مثل الايجلز فيلم مثل فالكون فيلم انا لكي على مسافة ام هار سيفن يعني مروان لكي انا بنسأل كتير هيدا سؤالهم ليه بعد ما اشتغلت مع شركة تعمل يمكن اذا بدك انتاج لبنان عربي صحيح باللون انا موجودة ما بعضا هني اخدين فكرة انه انا محصري بيشتغل مع ناس معينير او لك شايفين انه معقولة تتغلي سعري او مثلا انه حدا صعب التعامل معه او سعره بتطلب غالي ما بتعفي بالوسط بيصيروا كتير ويحكوا ما بيحكوا الاشياء الفوزيتيف او بيحكوا الاشياء المنيحة مثلا اليوم نمثل اهم شي عسد كيف بيكون يعني انا حدا كتير بعصب او بزعل اذا فيه تضيع وقت يعني بكون خوفي على العمل كتير بيجي على الوقت كتير بحب انه كتير بيمزح مع كتير عندي اصحابه والمسلم يكونوا معظم اصحابه عسد الا البعض اذا ما كان فيه صاحبه بيكون فيه بس تعامل شغل بس بيكون جده بحب امزحوا كل شي بس عسد وقتل بدي يبلش المشهر بدي يكون جدية يعني كتير بيشتغل عادي الموضوع يعني ما بتمازح بقى بقصص يمكن هايدي الجدية بحب يكونوا كتير مزفوطين شايفتهم قبل بيشتغل على اللوق يمكن هايدي الشي بيوصلوه انه بالتعب او متطلبة لا بالعكس هايدي الشي لازم يريح المنتج انه بتجي المسلة حاضرة حاضرة مش بس باللوق حاضرة وحافظة دورة وعالوقت هذا الشي بريحهم وشاغلي عارفة شو بده يعني حتى انا بعمله انلاين للبسة ولا مرة الحمدلله بأي دور كان اللبس ما بيشبه للشخصية ايه بس حلو كتير هيك اكيد هايدي الشي بيتعامن شو تعلمت من فعد إبراهيم خلينا نبلي شو تعلمت من شكل أنيس فخوري الكاتب الشكل كتير حدا بريح بالشغل وكتير بيحاسسك بالطبيعية الأداء يعني اشتغل معها حسات ممكن من ورات علمت انه طبيعية مش بوقف بمثل لمثل يعني نحنا عم نمثل بس ما لازم تمثل لازم تعيشة كلهم بيعرفو بك تعيش الشخصية يعني انا مثلا بريموندا لما كان يقولولي كرهناك كيتحسك أنه كرهوني قلي لأنه لقد انا كمان عشت الشخصية لأنه كاركتير كتير أثر فيي ما هذا اللي كنت عميلك انه الناس بتخاف تاخد أدوار الشريرة لأنه بصيروا بدون يحكموا عليها الجمهور بتنوع الأدوار عند المثل هون بتبين قويته وأداه هو ما بيخاف بس على شو بدي قوله الناس يعني اذا انا انضربت مش يقول انه انضربت او اذا انا كرهني يعني كرهوا كاتشا بالعكس انت تقدي دور ببيت الأبيض كان تطالي ديفرنت عن كل الأدوار اللي عملتها البنت اللي بتجوزها بتكون هي مثل لبانون بتكون هي مثل هدف لقلوب يتجوزها بعدين بيكتشف انه هي كانت تحب واحد ورفضته بالأول وتركى سوفينيراته من أكسا فبصير عنده الايجو عالي فبصير يخونه ويظهر عليها وما يخليها تحبل منه بتصير تسكر وصير بدا تنتحر فكاركتر كتير هيك كمان مؤثر وكتير تعبنه لانه من شخصية قوية مثل ريموندا وشخصية اللي كنا عم نحكي عنا بالثلاثية الثلاثية ضلوا تذكرونها اللي بكرة فيها حمات وبدأ بعثها قطلق هارفها لقش عم بتذكى يا ويلو من بين إيدينا إذا بتضيخون فارس دانيال يا 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 ما قلنيلك مبروك الزواج تانكيو حبيبتي يعني قبله بيومين من الانفجار جواستي وراح معا معا بس بدي قللك مبروك تانكيو انت بتستهلك كل خير قطيب قلب حبيبتي تانكيو انشال لا تقدري تبني عائلة سعيدة تانكيو حبيبتي تانكيو 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 فكنت عم قول انه التعدد بهيدي الشخصيات من شخصية كتير قوية والناس كرهتها لأيجا اعمل بيت الابيض شخصية هالقدي بس متت من بعد ما صار في علاقة وبسطتي وجوزة وتحسنت وضعها تعمل اكسيدان فهيدا هيدا شي عمل شوك للناس عن جد زعلوا على هيدا الشخصية فالمثل هون بده يعرف يكون ماكن انه يعمل كل الأدوار فمش ناجعنا ولا دور بقول عنه لأ ما بعمله إذا اذا مثل صح بيعمل كل الأدوار مانا نقول بده هالقدي بده مابده هالقدي كاتح كاعدة الجميلة ميسلي باية اللي عملت عديد من الأدوار بتلاقي انه انت عملت هالدور الهيت يما بعدك نطرتي الدور الأساسي اللي بديك تقدميه لكن انا بقول بلبنان عملت اللي بدي اعمله يعني نحن اشتغلت مؤخرا ممكن ثلاث اربع مسلسلات كانوا محلة مثل الأمر مثل الأمر بيت الأبيض ثلاثية ضلوا تذكرونه سبعية حب محرم كمان عنا قبلة زاتة ليلة وأول نظرة كمان تكون مرته لغسان صليبة بجيره تحية كمان دور مركب بتترك جوزة وتبلش تسكر وما بتتقبل ويتجوز بوحدة غيره فحسب لبنان ايه يمكن وصلت للناس وحبوني كممثلة وبينطروا أدواري بس أكيد الستاب التاني اللي بينطرها كل الممثل انه بانتشار أوسع والهو بانقراب يعني اعمل شي ممكن بمصر اعمل شي فمشان هيك انا انه يمكن في ناس كنا عم نحكي عن نقطة قبل انه ليه بعد ما اشتغلت بغير شرك انه شو بيوصل لهم انه يمكن انا انه بشتغل مع شركة معينة او ماضي كونترا مع شركة معينة او حدا كتير متطلب بتتقبل اكيد في المموض لا انا بشتغل مع الكلبس وانا الدور الحلو اللي يعطيني حق يعني وعطي حقه شو تعلمت من فادي إبراهيم فادي إبراهيم كاريزماتيك يعني شخصية بتجزو بالكاميرا وبتجزو بالناس فحسات هايدي الوهرة تعلمت منه كيف توقفي على الكاميرا كيف تاكل الكاميرا مش الكاميرا تاكلك وهيدي شغلة كتير صعبة وتعلمت هايدي ممكن انا من بدايتي من وراء تقديم البرامج اني اقدر سيطر على الحلقة صحيح قديش وقت واحدة بتكون موزيعة بتكون مل سنة يعني دي غري بتقدر تفوت متحود ستحي كتير تعمل تراسي كاميرا اي يعني بصير اهيان تتعاملها مع الكاميرا ولكن اكيد التمثيل غير التقديم ممكن التقديم بده سرعة بديهة بده زكى هذا شيء مطلب بالتمثيل بس انا بقول لهم انه بده يكون في اساس يعني بده يكون في عصب بده يكون في موهبة وبتنمية يعني طيب مثلتي مع فادي ابراهيم مع تقلة شمعون مع ورد الخال مع مجدة مشموشة مع اكتار غسان صليبة مع حافظ الالقاب كلهم مع اساس جهاد الاطرش مين حبيت اكتر شي بيانتهم كانسان بالعسات ليك عسات حدا اكتر حدا تعلمت منه اساس جهاد الاطرش يعني كان متل مدرسة اصلا هو بيعلم الالقاء كمان صح غير الالقاء مثلا اذا شايفك عم تقصر بمحال وخاصة انا لانه بيقلي بيقلي انا انت ممثلة صح يعني بيقلي انت وصلت للناس والناس حدتك هذا شهادة كتير حلوة شهادة كتير حلوة شهادة كتير حلوة وبعتبرها يعني متل كانه اخدت شهادة من مدرسة يعني لانه جهاد الاطرش انسان مدرسة بحد ذاته يعني مش بس بالالقاء بالاداء عصر الجيل القديم والجيل الجديد واكيد بتعمل مع كثير من المثلات فتا يقلي هيدا الشيء هيدا الشيء بيحملني مسئولية اكتر وتاكدنا نشتغل انا ويابي مثل الامر اشتغلنا واشتغلنا خطوة حب من قبل مع شكرا عز فخورة مثلا اذا التهات شوي او شافني مام ركزة على المشهد فايته هيك رواء عيد المشهد اذا في بك قاعدة على جنب عيش الحالة فاعلمني هيدا لانه اهم شيء الفنان يفصل بين قبل الست وعى الست في كثير من المثلين ما بيقدروا يفصلوها وبيقدوها مزح هاي شغلة تعلمتها من استاذ جهاد يعني الجدية الدي بيتعرض لمثل لأراء الناس يعني متلا هلأ نادي الناسيب نجام من بعد الانفجار اكلت طبع على وجه يعني جراح وعملت عملية بمن خيره بلا شو ينتقدوه انه انت عم تقولي انه نصدت تتعمل عملية تجميل بمن خيره لكن بنزعج انا من هذا يعني عن جد في مرض في مرض بالسوشيال ميديا ناس ماريدين عالسوشيال ميديا يمكن بتشوف حاله انه ما قادر تكون محال هيدا الشخص فانا بفخت فيه ما قادر اكون المثل هلك عاد نفسيه بتخلوني عاد نفسيه اكيد عاد نفسيه انا هيدا بيعتبره لما بيجي اشياء نيجاتيف بتضحك انا انا مرات برد عليهم بيقولي اشياء نيجاتيفة لا انا وقت اللي اتجوزت كلهم بيعفو انا اتجوزت من بعد الانفجار بيومين كليتة ما عرضت صور ما نزلت على السوشيال ميديا مع انه كت واحدة الكل انه اطلع لايف من هونيك لان اتجوزت مدني ببودروم كنا لحالنا لغاية عرصة الكبير كنت عاملة عرص كتير كبير انت بتعفي عند كتير معارفة واصحاب وحبين يكونوا معي بهيد الفرحة عملت حفلة حلوة ببيت الجبل بيت اهله لجوزة واكتصرت على الاهل فبلشه شو بالا وما شو بالا بدي اعرف هي اللي عم تقول انا شو بالا هي وين اصلا من اللي نحنا فيه هي بالا يعني باللي صار فينا حاس باللي صار فينا او اذا هي عم تجوز بنتا كانت لغت العرص وحطت وندبت نفسها تجوزوا بسرعة جوازوا كتير لانه بالنهاية هاي دي فرحة ومثل ما بيقولوا فرحة وبعدين واحد بيكون مصمم قبل كذا شهر يعني ودايما بيقولوا الفرحة سبق الأحزان اليوم يا سمح الله لما بيموت حدق بالعيل وبيكون في فرح أهل الميت دي قلو له لا ما تلغوا لانه هاي دي فرحة بالعكس فأنا احترمت أصلا ان احنا عن جد نحنا تعبنا نفسيتنا وما حسيت انا بقى زعمل تعرف نحنا فرحتنا كبيرة فيك انك تجوزتك فارجعنا عملنا عرص صغير لاني بحترم الشهده وبيحترم الناس اللي نقزوا وبيحترم الجرحة فما في لزيوم انتو تجوزت زايدو على شي كتير بايخين بيقى مع انو مع انو عن جد 80 بالمية كان يعني الكومنتات انو فرحتينا معك بهذا الوضع البشع الوضع السيق عم تدخليننا هايك الفرحة فانو فستاني كانتو اسمين مين كاتيا جانشار زكريا كتير حلو اللي كان بيبودروم واللي لبستو هون بلبنان انتو طايرة وعم ترقصي كالك هي لحظات حلوه بتاعشيه وبتشوفي عن جد بهالمواقف قداش الناس بتحبك يعني انا اتفاجأت منكمل هائل من الكومنتات الحلوه بساطينا سعدنا لك فرحنا لك ناس ما بعرفها ناس بعرفها ناس بعرفها ناس صلي زمان مش شايفتها بركتلي يعني بالعكس هودا الناس الصادق فيش حدا انتأدك ع ادوارك بالتمثيل بتاعفي ولا حدا يعني من البداية ما اجي شو بيحبوا الناس الامور الخاصة لحظت اه بنتقدوا اكتر افعالك يعني اذا عرس خططت تركت بتلاقي هجوم مؤذلات بشغلك لكن لانه هول قصص يمكن الناس باتباعها وبتاع فيشي اسمه سكوب بالاعلان دايما مظبوط بس عادة بيعتبوا علينا نحنا الصحفية انه منكتب تجوز طلق كذا بس هوا بيحبوهن هوا بيحبوهن الناس بيحبوهن الناس بيحبوهن الحقيقي بيحب نتصور بس نكون بمحال بس كون بيقناسب بس انت افضل حياتك الخاصة كانت كتير ديسنت يعني اي يعني مش انه الا في خطبة قبل اعلنت عنا يعني صح اي انا بالحياة الخاصة بمعنى اذا حكيت مع حدا صحبت انه كان عندي علاقة مع حدا ما ضروري انشرال اذا كانت علاقة جدية والعلاقات الجدية هنا كانت اول مرة لما خطبت وما صار نصيب وتاني مرة لما خطبت وعلنت يعني شو بيشتغل جاوزيك؟ هن عندن شرك ببزنس بافريقيا ومصر بالأول انجاز يعني بعيد عن الشغل بلبنان الحمد الله انشاء اللي سير عنده شغل بلبنان انشاء الله لبنان انشاء الله لبنان انشاء الله عالقليل منعرف انه حدا قادم عم بشتغل فيه صح يعني نحنا بدنا قوادم بلبنان مش بس بالشغل بالسياسة وبالشغل وبالحياة الاجتماعية كل يوم اللي عم بدها القد بدها القد ونص ما بدها القد تتابع الفكرة انا وياك كات قلتي لي بدنا ناس قوادم بالسياسة بكل شي بدنا ناس قوادم بدنا لبنان يصلح لحتى كلنا نرجع على لبنان يشتغل يعني هلا عم بزعلي كتير انو عم شوف كتير شباب بدون يسافر وعطينا بس تكتا هاجر يعني شو خلوا ما خلوا شي باللبنان يعني نحنا فنانين حتى الفان الاكتصاد الطب كل شي لكم المستشفيات تكسري كنا عم نحكي انو نديل نسي بنجان بدا تهاجر عيدة صبرة بده تهاجر في كتير اشخاص اعلنوا انو بدون يهاجروا صح وولاده راغب علامة هاجروا ع دبي دجا صح شو تعليقك عم هالشي يعني عم نفقد ناس منحبهم صح ما في نلومهم يعني بالنهي لما بتوصل انت مهدد حياتك وحياة ولاديك وشغلك وكل شي مهدد طب بعدين شو بعمل انا يعني نزلنا عالصحات ونزلنا بالثورة ونزلت العالم كله اعتبرون عم بيغنوا ويروسوا يعني لابدكن ينزلوا سلمة ولم نزلوا كسروا لايكوك عم تكسروا لازم نضربكن ونضبكن ببيوتكن يعني لا صوت الشعب عم يسمع ولا في حرية للإنسان ولا أصلا فيه ايميل للإنسانية تمبلش من السفر لما نقول شغل وبيزنس يعني كل شي منهار حتى انت الإنسان منهارا يعني وشعطيق على الكوفير مروانس معنا على التصوير توني نعمي على الإشراف كان معكم هلالمر قدام الكاميرا لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هلقات في إش يبها الدنيا صعب مبدا هلقات لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هلقات في إش يبها الدنيا صعب مبدا هلقات صدقني صدقني مبدا هلقات